قصة الاهلي طبعا عندنا 72 ساعة حاسمة كل الاخبار كل المستجدات في الاهلي نيوز روم التحرك في كل الاتجاهات وعلى كل المستوات واحد طبعا اطمنكم على وصول بحثة منتخب مصر بالسلامة تقارب المنتخب وصلت تقريبا هنا ساعة 5 بتوقيتنا في القاهرة والنهاردة قرر ميستر مارسل كولر انه يأجل التمرينة شوية يعني احنا طبعا انتم متعودين في السادسة تشوفوا تمرينة النادي الاهلي ومنطمن طبعا على كل اخبار الفريق لكن النهاردة عشان وصول المتأخر لبعثة منتخب مصر قرر ميستر كولر انه يأجل التدريبة شوية بحيث انه يدي فرصة للعناصر الدولية اللي كانت بتشترك مع منتخب مصر انها تلحق التمرينة النهاردة الشناوي وياسر وهاني والشحات يعني كل العابة الاهلي كانت في منتخب موجودة في الحمد لله كلهم مفيش اي مشاكل مفيش اي اصابات هيلحقوا بمران الاهلي النهاردة ومعاهم كمان وده الجديد في الموضوع انه الحمد لله كريم ندفد رامي ربيعة صلاح محسن هيشاركوا كمان هما دخلوا مبارح في التدريبات الجماعية وموجودين النهاردة مع الفريق فاذا الحمد لله الحمد لله مفيش حد او مفيش غيابات مؤسرة بشكل كبير طبعا السلائية يمكن لسه معقفه مش واضح لكن فيما عدا زلك شفنا ديانج مبارح في التمرينة طبعا دي لعطات من التمرينة مبارح شفنا ديانج وشفنا بيرسي تاو العابة الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كلهم موجودين هينضم ليهم الدوليين النهاردة مع اكتمال الصفوف بعودة صلاح محسن كريم ندفد وانحن قلنا صلاح وكريم ومين الاسم الثالث اللي دخل في التمرينة مبارح صلاح محسن وكريم ندفد ورامي ربيع ورامي ربيع دي الأسماء اللي خلصت البرنامج التأهيلي وبدأت تدخل في التدريبات الجماعية الفريق فان شاء الله الدنيا من حيث العدد او من حيث الاسكواد حيث العناصر الفريق الحمد لله فيه شبه اكتمال طيب المشكلة هنا في الوقت الفريق النهاردة هيتمرن تمرينة واحدة بالليل بكرة الصبح ده برنامج الفريق او تحضيرات الفريق بقى الماتش سيمبا ان شاء الله يوم الجمعة مباراة مؤهمة جدا وصعبة جدا 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 حيث الظروف والتوقيت من حيث ملعب المباراة من حيث المنافس من حيث بداية المشوار فهو تحدي حقيقي قدام فرقتنا بس ان شاء الله متطمنين ومسقي الفريق بكرة هيكون عنده مران صباحي وبعد كده هيتناولوا وجبة الغداء وبعد التناول وجبة الغداء هيستقلوا الطائرة في طريقهم لتنزانيا بعد وصولهم طبعا هيكون فيه فرصة وحيدة او ويندو وحيدة للمران الرئيسي والوحيد اللي هيجري نادي الاهلي في تنزانيا يوم الخميس قبل مواجهة سيمبا ان شاء الله في المباراة المقرر لها يوم الجمعة بالدولة الافريقية انا حاولت الحقيقة اعرف يعني توقيت المباراة لغاية دلوقتي مش قادر يعني مش قادر اعرف يريد حتى زميلي في الكنترول يحاول يشوفونا موعد المباراة لانه اللي انا عارفه انه الاتحاد الافريقي كان خد قرار قبل كده واعتقد قرار ده ينطبق بشكل كبير جدا على بطولة الافريكان ليج او على بطولة الدور الافريقي انه ما فيش مباريات هتتلعب نهارا يعني حتى الملاعب اللي مفهاش منظومة اضاءة يعني الملاعب اللي مش ممكن تستضيف مباريات ليلا هيتم استبعادها من استضافة مباريات البطولة وشوفنا على فكرة بس دي ما لهاش علاقة بالملاعب شوفنا ازمة مازينبي والترجي كان مفترض انه الترجي هيلعب مع مازينبي في نفس البطولة دي تاني يوم على طول برضو في الجولة الافتتاحية بالنسبة لهم هم في الكونغو لكن حصلت مشكلة تأشيرات ومشكلة يعني فيز والآخر فالتحاد الافريقي قرر ان المباراة من ملعب مازينبي لملعب سيمبا التنزاني فبالتالي بعد استضافة الملعب لمباراة الاهلي وسيمبا هيتلعب عليها مباراة تانية وهي مباراة الترجي ومازينبي طيب خليني اقول لحضراتكم انه المعلومة اللي عندنا لغاية اللحظة دي انه المباراة دي هتتلعب الساعة السادسة مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة واللي اعتقد انه ما بيفرقش كتير عن التوقيت في تنزانيا ممكن يكون في نفس التوقيت ان لم يكن ساعة قبل يعني لو ما كانتش الساعة ستة برضو بتوقيتنا في القاهرة ممكن تبقى الساعة خمسة بتوقيتنا في القاهرة هنعرف فرق التوقيت وهبلغ حضراتكم بالتحديد ده بالنسبة للفريق نهاردة بالليل كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي وكابتن سامير عدلي هيسفروا هيسبقوا البعثة لتنزانيا عشان يعني يشتغلوا على تحضيرات بالي الفريق ملاعب التدريب فنادي الاقامة كل الامور المتعلقة بانتقالات واجراءات وصول البعثة وحجز ملاعب التدريب كلها يعني هيشتغل عليها كابتن خالد بيبو وكابتن سامير عدلي ابتداء من النهاردة ان شاء الله نتمنى لهم سلامة الوصول طيب خليني اخد حضراتكم انا قلتلكم طبعا بحثة المنتخب وصلت خلاص النهاردة يمكن كل بحثة المنتخب هتيجي هتعود مرة تانية قرب استثناء صلاح طبعا هيسافر من الامارات على انجلترا على طول صلاح هقدم مباراة كبيرة واعتقد انه الزهنه كان مشتت شوية